أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيموا الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا موظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في الشيعة الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت بصرنا بل نحن قطع مسحورون ولقد جعلنا في السماء برجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبيل والأرض مددنا وألقينا فيها غواسيا وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحدي ونريت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأفرين وإن ربك هو يحشره إنه حكيم عليم ولقد صلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسلون والجنة خلقناه من قبل النار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مسلون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقالوا لو ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسلون قال فاصرج منها فإنك رجيل وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأوضمي إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنغرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاضين وإن جهنم لم أعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منه جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ظلم إخوانا على سرع متقابلين لا يمسهم فيها نصف وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجدون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أمسني الكبر فمتبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال لمن يقنقوا الرحمة ربه إلا الضالون قال فما خطوكم أيها المرسلون قالوا إنا أوصلنا إلى قطر من مجرمين إلا آل لوطن إنا لم نجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابرين فلمما جاء آل لوطن مرسلون قال إنكم قطر منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وانبوا حيث تؤمرون وقضينا إلي ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقضوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عليها سافلها وأبطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسهيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لغالبين فانتقرنا منهم وإنهما لبإماما مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتمة فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبوا من المثالي والقرآن العظيم لا تهدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واصف جناحك للمؤمنين وقل إمني أنا النذير القبين كما أنزلنا على المقتسزين الذين جعلوا القرآن عظين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعط عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فتكون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصير مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جهان حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بارغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لروف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويطلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شرار ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سخركم بأمره إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما قرييا وتستخدد منه حية تنبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلهم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلى آتهم ودن نجمهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيائهم وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا وساطير الأولين ليحمدوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضيوا لهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليه السقف فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم لا كنا نعمل سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم صالدين فيها فلبئس مثوى التكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا صيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة صيد ولن يعمداه المتقين جنات عدن يدخلونها تجري تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزبناه المتقين الذين تتوفاهم الملائكة قيمين يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما غلبهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا حاق بإما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرتوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاء المبين ولقد أعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فوضوا كيف كان عاقبة المكتبين إن تحص على هدى فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كان كالبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لهم سيكون والذين آجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنا ولأجر الآخرة أكبروا لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أوسلنا من قبلك إلا رجال النوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله به الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تصوف فإن ربكم لروف رحيم أولا لرى إلى ما خلق الله من شيء يتفين ويرضلانه عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم دافرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إله إثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتخون وما من من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليدفروا لما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تطعي لتسألن عن ما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ضل وجهه مسودا وهو كوين يتوارى من القوم من سوء ما بشراء أيمسكمه على مون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السور ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخذهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدون ويجعلون لله ما يكرمون وتصف ألسنته الكذب أن له الحسنى لا جرى أن له النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيزن لهم الشيطان وأعمى لهم فهو وليهم اليوم ولهم عجاب أمم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وردأوا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزلنا السماء ماء فأحجابه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعاء لعبرة نسقيكم مما في بقونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منهم سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحي أن اتخذين من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك جللا يخذ من بقونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء من الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتغفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العود كي لا يعلم بعدهم شيئا إن الله علي قدير والله فضل بعضهم على بعض في النزق فمن الذين فضلوا براد نزقهم على ملكة كي لا ننفهم فيه سواء أفذ نعمة الله يجحلون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة ورزقة من الطيب أفبالباطن يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك له مزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطينون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا أن يستهون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلي أحد آبكم لا يقدر على شيء وهو كلم على مولاه أينما يوجده لا يأتي بخير هل يستهون هو ومن يأتي بالعدل هو على صراق مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرج من بطول أمهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسحرات في جو السماء ما يسكهم إلا الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكلا واجعل لكم من جلود الأنعان بيوتا تستخفونها يوم ظالمكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا واجعل لكم من الجبال أكنانا واجعل لكم سرابيلة فيكم الحر وسرابيلة فيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المؤمنين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم مستعدون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا ينضرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعون دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ سنم وضلوا عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبوي يعنكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به ولن بينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضي من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألوا عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم بخلا بينكم فتزل قدم بعد فبوتها وتدخوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون منع لصالحا من ذكر أو أنثى وهو يؤمنون فلنحذين لهم حياة قليبة ولنجزين لهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان والدين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربه يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية ممكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزلهم روح قدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسئمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولولم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بيك في صدرا ولكن من شرح بيك في صدرا فعليهم غضر من الله وللهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحق الحياة تدنيا على الآفرة وأمن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على خلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسلون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور وحيد يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يبلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأن أعلم الله فكفرت بأن أعلم الله فأداقها الله لباس الدوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذوا العذاب وهم ظالمون فكلوا من مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن يقر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف آسنتكم الكذب هذا حداد وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعا قليلا ولهم عذاب أليم وعلى الذين ما دو حرمنا ما قصصنا عليكم قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قالتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم لمن ضل عن سبيله وهو أعلم للمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهم خيرهم الصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون محسنون ترجمة نانسي قنقر